اشتركوا في القناة اصعب او اقسى نوع من البخل البخل العطفي هو فيه بخل عطفي هو مفيش بخل عطفي السؤال كده اه فعلا طبعا يا محمد فيه اه يعني تكلمين عن تجاربي تجاربي اه من شحبية من صحباتك من صديقاتك اللي بيتكلموا عن الحاجات انت نوي علي باك لا اما انا لو اتكلمت عن تجربة لو انت بتقولي تكلمي عن تجربتك يبقى انا هتكلم بالعكس تماما تمام حل يعني انا ما عنديش بخل عطفي خالص لا بدي ولا ان انا يعني انا باخد وبدي الحمد لله فما عنديش بخل عطفي يبقى فيه توازن عطفي فيه توازن فيه وفيه حياة استقرار عشان هو البخل ده هيقضي ايه لأيه طب ما تيجي نقول ما تيجي نقول هل البخل العطفي الاول علشان بس نتكلم في الموضوع بالتدريج ومنزع هل هو مرض يعني هنقسم الاول الموضوع البخل العطفي الى ثلاث اجزاء علشان بمحددية واحد مريض فما بيعرفش ايه يقول العطفة اللي جواه ايا كان رجل او انصر والتاني بخيل بالفعل طبع فيه البخل وواحد ما بيعرفش يعبر عن الجواه ظروف الحياة ما بيعرفش يعبر عن الجواه عايزة تمسيكي مين فيهم الاول ما هو الثلاثة هايدوني نتيجة واحدة خائزة لا ده المريض ايو ما انا بقولك المريض مش محتاجة البخيل ده مش هيتغير مش هتغير يبقى تغلو هقتله التاني الاخير ده ده المظلوم اللي هو ايبعه ان هو مثلا جواه وظف ومش قادر ان هو طلعها برا هقولك على سبيل المثال واحد في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها علشان يوفر حياة كريمة للأسرة اللي هو موجود معاها لمراته ولولاده بيشتغل شغلانة وبيطلع من الشغلانة دي يطلع شغلانة تانية علشان ما يخليش حد من البيت لا يشتغل من الولاد ولا باطل تشتغل ده بيعمل كده ليه اكيد بيعمل كده علشان يوفر لهم حياة كريمة اكيد بيعبر عن حبه ليهم عن طريق شغله عن طريق المجهود اللي بيعمله ده لما يروح البيت المفروض انه يطلب منه بقى انه يطبطب ويهنن ويدلع هو قادر اصلا ياخد نفسه علشان يطبط خلاص ما يشتغلش يا محمد حال انا واحدة من الناس لا ما تشتغلش غلط ليه بقى ما انت دي جوتي ما تبينيش حاجة مادية وتاخد مني حاجة معنواية هقولك ازاي هقولك ازاي هقولك ازاي امتى حد فينا يقدر يقول لحد انه هو بيحبه وهو جعنه بس الكلمة الحلوة ممكن تشبع يا محمد ما دولشو عليها رومانسية هتبيني بقى عايش الأصفورة يا قدينة لا الكلام ده في طب ماشي طب ماشي طب انت ما تقعدنيش في قصر وكام حاجات كتيرة عندي وانت ليه وما ليش طبطبا انا لسه ما قلتش قصر انا بقول الشخص البسيط اللي بيحاول الشخص البسيط اللي بيحاول يعيش ويقضي بي انا برد على كلامك انت بتقولي دلوقتي هتبقيت طبطبا ازاي وانت ما فيش اكل طب انا لو اكلتني لسه مش انت بتقولي ما يشتغلش الشغلان التانية هو شغلان شغال الشغلان التانية علشان البيت فرحان طلعان عينه وبيشتغل شغلان التانية علشان غاوي يتعب نفسه ما هو لو كان قادر ان الامكانيات اللي عنده ما تخدوش يشتغل شغلان التانية مش هيروح يقعد في بيته يقعد في وسط ولاده يقعد مع أسرته يقعد يعيش حياته لكن الراجل المطحون اللي على طول على طول على طول مطلوب منه كمان كمان اه ما قلتش انه ليه حق اللي موجودين في البيت اليوم حق انه هم يسمعوا كلمة حلوة يسمعوا في الطاقة ايه ايه انا سكتر لكن مش ده الاساس يعني ما ينقولش على الراجل ده انه عنده بخل عاطفي لانه اصلا ما عندوش وقت للعاطفة وقبل ما يشتغل يا محمد ما هو لو اول قبل ما يشتغل استنيني بقديني فرصتي بق دلوقتي قبل ما يشتغل وقبل ما يعمل المجهود اللي انت بتقول علي ده لو هو اصلا كان ما فيش بخل عاطفي وبيتكلم عادي او بيحسسني بالحساس العادي الطبيعي وجاء انضغط في الشغل او كده هقدر حلو او مال دلوقتي ما يطلع كاكش استنيني ما تقدرش بعد شوية انت تغيرت انت ما كنتش انت انت كنت واحد تاني انت كنت بتوديني كنت بتخرجني لأ هاقول فعلي استنيني يعني لما واحد يكون انت عايز تيجي على الست عشان اجي على الراجل لا من الاخر انا ما بيجيش على الست ولا انا هجي على الراجل انا بقول ان احنا نقدر بعض نقدر بعض بالكلمة الحلوة كمن باخر كلمة الحلوة عندنا احتفالية حلوة طيب نشوفها اقام اه اقامت امانة شباب حزب مستقبل الوطن بحي المرد احتفالية احتفالية جميلة جدا لمجموعة من الطلبة الملتحقين بكلية التجارة عن طريق المعادلة يعني الطلبة دي بعد كلية التجارة بعد ما خلصوا الدبلوم عملوا معادلة والتحقوا بكلية التجارة الحزب اقام باحتفالية ديهم علشان يقرمهم تكريم بجد اي تكريم واي احتفالية بشبابنا الواحد بيفرح ليها حزب مستقبل الوطن في الفترة اللي باتت عامل مجموعة من الاحتفاليات وخاصة بالشباب بيهتم بالشباب جدا وكان قادر فعلا ان هو يفرح كتير من الشباب الاحتفالية كانت تحت رعاية المهندس محمود الفرماوي رئيس القسم بحضور كل من الاستاذ خالب مصطفى عدو مجلس شورى الاستاذ احمد علي عدو مجلس النواب وكل من الاستاذ محمود الصغير الدكتور احمد حشيش الاستاذ عناد مراد الاستاذ احمد حلمي الاستاذ خالب منصور والاستاذ علاء عباس كل ده وكانت بتغطي بالاحتفالية امانة الاعلام بحزب مستقبل الوطن بحقي المرج كل الشكر لكل الناس اللي بتفرحنا كل الشكر لاي حد بيحاول يفرح شبابنا وبيحاول ان يموجود يكون موجود على ارض الواقع وينهض بالشباب وبالوطن كل التحية والتقدير لهم ونرجع تاني العبير ونتكلم عن الكلام اللي هي بتقوله انت مش مقتنعة بيه لا انا مقتنعة بيه بس مش مقتنع بالجزئية الاخيرة اللي هو عندنا مواقف كتير يجب عن المرأة انها تكون هي الحضن هي الدفع هي الحضن اللي يقدر يخرج من الراجل اللي تعبان ومجهد وطلعان عين وطول اليوم بدأ لأنه طالما الراجل ما خلاشي الست بتاعته تخرج تشتغل وما خلاشي الولاد يتحمله مسئولية وهو شايل المسئولية التقيلة اللي ممكن تكون عليه ده الوحده قمة في الحب من غير ما يقول بحب دي قمة في الحب بس مش شرط انه هو منزلة تشتغل يبقى هو بيحملة حيث ممكن تكون هي عايزة تشتغل لأ تاني نرجع تاني لأ عشان انت بتقولي ده لما هو ما قدرش مرضيش مرضيش أنا بقول وطلع المسئولية وفيه ستات بتتحمل المسئولية على فاكل فوق دماغي دول مليون راجل الست اللي بتتحمل المسئولية بس برضو الكلمة الحلوة هقولك على حاجة عشان انت بتقولي الراجل ماشي أنا معاك ان أنا بحترم الراجل جدا الراجل ده بالنسبة لأي زوجة جاي من بيت مثلا مش هقولك بقى ان هو حضن ساب حضن أمه لا يعني مثلا مفيش بعد حضن الأم ماشي ومش هيتعود بس لازم الزوجة تعود لازم تعود لو نسبة لو نسبة أنا مش بقولك هي دي فعلا الأم دي أكبر بنا قدمة في الدنيا ممكن تحب ابنها بس تخيل انت بقى ان انت خدته من أحسن واحدة بتحبه يعني انا عايزة أقول لأمي ان انا بحب أمي أكتر حد في الدنيا كلها طب ماشي أيوة ماشي وأكيد أكيد وكده يبقى انت ليك خير في أمرك ماشي بس الزوجة تعمل إيه بقى لما هي تبقى عارفة انني أخدتك من أكبر حد بيحبك في الدنيا لازم تعود ليه كلمة أخدتك كلمة أخدتك دي أخدتك بمعنى ايه مش أنا أخد لا 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 أنا مقدرش أخد جوزي من الممطق استحالة خلاص بس شاركته لا ولا شاركته ما أقدرش أشاركته مجرد أنه هو يخرج من بيتها أنه يتطمن علي أنه هو دلوقتي نايم في بيتها هو صحي من عندها بتشوفه قدام عنا ده الحتة دي دي ما أنا أخدتها بس طب ماشي لا مش كده فلازم أعوضه الخوف أعوضه اللي اتنين مهمين في حياتنا للزوج الأم والزوجة الاتنين كل واحدة ليها ليها دور وليها مقيس ومشاعر وحتياجات مختلفة أنا مقدرش محدش يا جماعة محدش يخلط ما بين الاتنين ويدخلهم في بعض كده أنت هتعمل خلط ما بين الأوراق ده حاجة ودي حاجة تانية بس أنا ما بكلمش ليه هتتغلطني أنا ما قلتش أنه أنا هاخده منها استحالة ولا هقدر أقول أنه هو بيحبني أكتر من ممتو استحالة أبقى بغلط يعني إيه بتحك على نفسي أنا بتكلم في كلمة إيه بعوضه بعوضه إيه الحتة اللي هي تبقى وقفة أو ما بتنامش لما ابنها يجي لها المفروض إن هي تطامن إن هو جيه خلاص البيت هي دي اللي أنا بقول لك عليها إن أنا عايزة أعوضه خوفي عليه حبي ليه مش هيبقى زيها استحالة يبقى زيها ده فيه ستات أولا أنت إيه اللي أخر أنت كنت فيه عملت إيه وإيه اللي أخره أصلا مواجهة 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 أخر يبقى في شغله مش كل اللي بيبقى الناس دي يقول لها هيا روحي الجامعة يبقى في الجامعة أنا بكان ما تدخنيش في مواجهة سوء النية يجب عشان بس نقول البخل العاطفي علشان نرجع نقول الجزئيري سوء النية في العلاقات الشخصية ما بين الزوج والزوجة يبوز الدنيا البخل لو أنت استحالة لو أنا جبتلي كباية ميا بهدوء كده ودركة فندلي استحالة تقول لي لأ استحالة لأنا واشاقولك شكرا استحالة لأنا أعمل في حاجة حلوة فيه فعل ورد فعل فيه ناس فيه ناس مهما تعمل معاهم الحاجات الحلوة مهما تعمل معاهم الحاجات اللي عايزينها دي أنانية مهما تعمل معاهم ما بيحسوش ما بيقدروش حتى كلمة شكرا ما بيقولهاش قمة قمة في الظلم أن أنت لما حد يعمل لك حاجة كوية تشكره أيا كان بقى تشكره باللفز أو تشكره بالفعل يعني ستة لما بتبقى أنت في الشغل وتعمل لك أكل حلوة والأكل الحلوة ده في حل جاتها على فكرة مش لازم نيقول تسلا إيدك وهو ممكن ابتسامة ممكن ابتسامة ممكن أن أنا أحس وهو بيأكل أنه راضي فرحا وهو بيأكل يعني أنا عايز أقول لكل الرجالة عبيروا بتقول لكم ابتسم ابتسموا طب أول الله أنا دلوقتي لا أصبت سام دلوقتي والله أنا أصنع كتير يقوليني أنت رومانسية أنا فعلا رومانسية بس بساحل الأمر اللي قديني أنا قلت حاجة أنا بقول ده مش ده مطلب منك دلوقتي آه طبعا أن الرجل يعمل إيه يبتسم يبتسم فرشي يبتسم يا جماعة وشوفوا إيه المردود ما هو مش كل المراتاتهم على فكرة عبير حال أنا دلوقتي جوزي يكفيني لأنه ابتسامته واحدة ستة من كنت تبتتحك علي وابتلحك كمان ما جابتش فلوس وما جابتش للطلبات اللي إحنا عايزانها متجاوز ليه أصلا متجاوز ليه بقى ده كله يبقى كل ده يبقى كل ده أنت يقولت الإجابة اللي أنا كنت عايز أقولها من الأول لكل رجل عليه التزامات وعلشان ينفذ هذه الالتزامات يجب أنه قدامه يقدر وعلشان تقدر لازم تحس بالشخص اللي قدامك لو فقدت الإحساس من المرأة بالأساس لو المرأة فقدت الإحساس صق تماما أن الرجل عمره ما هيحاول يكون عنده مشاعر ولا هيحاول يكون عنده إحساس لأن الإحساس بيبتدي دايما من عند المرأة دايما الإحساس الراقي دايما الإحساس الراقي أنا دلوقتي لما جوزي دلوقتي طب طب علي التفل الصغير حس مشاعر العطف والحنام من مين من أمه لحظة أنا ما بتكلمش بقى أنا بتجايبه دلوقتي طب ما فيه أمهات أسيا محمد شفت اللي عرق بنته هو دا 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 مجيوم دا مريض طب ما إنت بتقولي بالوقتي لا مش شارط مش شارط الأب والأم يبقوا طب ممكن تجاوب على سؤالي اتفضل أول حاجة بنتحاول بنا أخدها من الحنان والحب المميد من الأم ستة ولا راجل الأم ستة أنا بتكلم بقى إن كان طفل أو طفلة بياخدوا أول مشاعر حنان وعطف وموها من الأم ماشي الستة تبقى تكبر عايزة برضو محتاجة حنية محمد هو مين اللي بيدرب في البيتة؟ هقولك الحاجة مين اللي بيدرب طب طب على الولاد مين شي؟ الأم والأب القاسي اللي أنا عايزة أقوله وفيه برضو ستات قاسية على فترة تمام هو أنت لما تيجي الست لما تيجي تقول جوزها إنها بتحبه وعملاله مشاعر كويسة وعملاله حاجات كويسة هو هيبدلها مشاعر سيئة لا طبعا طب ده اللي أنا بقول لك هي البداية المفتاح الرئيسي المفتاح الرئيسي مع الأنسة القدوة بتاعتنا إيه؟ رسول الله عليه السلام وإحنا عارفين إن السيدة عائشة تهت أكتر واحدة من زوجاته مقربة للعرب كانت دايما تقول له إيه؟ تقول له هل أنت بتحبيني يا رسول الله؟ كانت يجاوب عليه يقول لها إيه؟ أيها يا عائشة تقول له قد إيه؟ يقول لها مثل العقدة العقدة اللي بتتفاك فجايما دايما كانت بتسأله فكانت في مرة سألته فعلها إيه؟ أنا اللي يفرحني يا عائشة إن أنا شايفك زوجتي في الجنة هل الرسول هو مش يكفيها؟ كان بيردوو بيلعب معاها اللي أنت بتقوليه دى،الي التي أتقوله دى أنا مقدارش مدى صحته أنا مقدارش أتكلم على مدى صحته تمعيني بس طيّم إحنا متفضلين طيّم ماشي بسي الهيятиت اللي تخوص الدين يلي تخص الدين هل أنت متعرفش إن هو كان بيلعب معاها؟ لحظة لحظة الحاجات اللي بتخوص الدين أنا أنا ما بتتكلمش فلله لأن أنا مش عالم دين والإلي أنت بتقوليه دى على مقражيتك.. لحظة لحظة الجزء اللي بيخص الدين ما بتكلمش فيه لأن أنا مش شيخ وانت ما تتكلمش تكلم باسم الدين لحظة لا تتكلم باسم الدين ولا نقدر أرد عليك باسم الدين أنا بتكلم على الظروف الإنسانية الحاجات الإنسانية البشرية ما هو بيعلمني عشان نتعامل مع البشر بيها إحنا دلوقتي عارفين إيه كذا حديث إنه هو كان بيلعب معها كذا حديث إنه هو كان مثلاً إنت بتقولي ما تدخليش في الدين وأنا فعلاً مش عايزة أدخل في الدين خلاص بس فيه حاجات إحنا بناخدها من الدين ومن الرسول بنفسها المفروض أنا بقولك تاني تاني الرحمة والمحبة والمغفرة موجودة في الدين الإسلامي والموضع والرحمة في الدوازق وفي الدين وفي كل الأديان الرحمة إن أنت ترحم التغيير والكبير لما الست يكون جزها طلعان عينه وطلعان متعبال في شغله ورايح جاي في شغله وشغال شغال شغل هنا تانية المفروض إن أول حد يحس به هي لأنه هو بيعمل كده مش عشان نفسه ده بيعمل كده عشان أسرة كاملة بس ميشي بس هو لاتي محسسي ما يشتغلش وبعد ما ما يشتغلش مين يصرف عليهم مين هيأكلهم فيه ثلاث حاجات أساسية في حياتنا اللي تعلمناهم يعني تعلمنا في حياتنا إن فيه حاجات أساسية منقدرش نستغنع عنها الحاجات الأساسية الأمن إن أنا أكون أعايش في البيت آمن كويس والطعام إن أنا أقدر ألاقي قوت يومي وأقدر الجوع والأمن أكتر حاجة يخربوا البيت والوطن الجوع والأمن لتنين يخربوا بيت ويخربوا وطن طرامة لتنين موفرين وتقدر تحصل عليهم حتى لو بتعب أنت ضمنت حياة كريمة للأشخاص الموجنين في نفس البيت الراجل ده دوره دوره اللي ما يتخلش عنه إنه يتحمل مسؤولية البيت بالكامل ليه؟ لأنه ده دوره الرئيسي دوره الرئيسي بعد كده لما يعمل الدورة وإنت تحرمني من أدوار كتيرة تعمل ما هو بيعمل الدور ده هو بيعمل الدور ده هو بيعمل الدور ده لما يعمل محبة لما نيجي بقى نقول على البخر العاطفي نتكلم بقى عن نقطة تانية ألا وهي إن أنت لما تيجي تعمل كده لما تيجي تعمل بخل عاطفي أو لما تيجي تعمل في التبتيم يعني دلوقتي اللي بيشتعل شغلتين دلوقتي يا محمد وجاين البيت طب لازم التكشيرة في وشه مش لازم مش هتاخد منه حاجة طبطبة أنت عاملة إيه؟ أخبارك إيه؟ هو البداية يكون منين تاني أنا نيشي طب ما أنا دلوقتي مقابلة على الباب وفرحانة أنت جاي بسرعة جاي بسرعة عشان تلحيلها هو كويس؟ تمام أول حاجة أقولها لك إيه؟ اهدي اهدي براحتك علشان لسه في وقت وبرحتك وإهدي علشان نعمل حلقة كويسة مظبوط؟ أه؟ ولا إلى خارج؟ لا أنت بتقولها لك تيب عشان معه ده مش ظهر تمام؟ الطبيعي اللي أنت بت لا لا فعلا أنا بهارج لا فعلا أنتزي وركزي ده اللي يحصل هو مصير أنت عايز مني عاطفة؟ قابلني بالعاطفة مين اللي يبتدي؟ مشكلتنا إحنا الاتنين مشكلتنا إحنا الاتنين مستنيين الطرف الآخر هون اللي يبتدي إحنا عايزين نقول النهاردة كل واحد فينا على قد ما يقدر يكون هو البادي على قد ما يقدر يكون هو لو حتى الإنسان اللي قدامه عند مخل عاطفي حرقه بس تحزهق يا محمد تحزهق ما فيش حد بيتغير طب بعد ما تزهق حزهق برسو بعد ما تزهق لا مش هقول الحقيقة سأنا مش أخر ببيوت يعني مش عشان طبطب يبقى بعد ما تزهق يبقى نعمل إيه؟ نغير من نفسنا نغير من نفسنا تفرد إن أنت غيرت واللي قدامك أنت قلتها كيف يعني هنحاول إحنا ليه بنتكلم علشان نحاول ونحاول ونحاول وإحنا بنحاول مع حد غريب أحنا بنحاول مع الناس اللي نحبوهم لا ونحاول عشان ننجح بنحاول مع الناس اللي نحبوهم بنحاول مع الناس اللي القريبين مننا بنحاول نضم وما نخسرش الناس القريبة مننا اللي هم والله العظيم لو أنت بسيط ياريت كل واحد فينا يبص في حياته بشكل مختلف فيه تفاصيل شغيرة تفاصيل صغيرة في حياتنا في حياتنا اليومية لو قدرت ان انت تاخد بالك منها هتلاقي ان انت بجد فيه ناس كتير بتحبك وانت مش واخد بالك التفاصيل صغيرة التفاصيل الصغيرة دي ممكن تكون كلمة يا محمد التفاصيل الصغيرة دي مش بس كلمة خالص تفاصيل الصغيرة دي لو انت نايم والدتك او مراتك او بنتك او ابنك وانت رح جاي مغطيك وانت مش حاسس تخيل لو انت حسيت بيها التفاصيل صغيرة تمام ما هو مش هيعملها مش هيغطيك الا ما انت تحسسه بالامان يا محمد بالنخيد يبقى اكيد شافك انت بتعمل له كده من غير ما تعملها لا لا يا محمد فيه فعل وفيه رد فعل في ناس عندها عطاء بلا مقابل وفي ناس عندها جهود بشكل كبير هل نختلف ان في ناس بس عايزة تاخده بس اكيد طبعا وفي ناس بس عندها القدرة انها تعطيه بس بس اللي بتدي بتزهق ديها قدرة معينة لا خيقولك حاجة اللي بيزهق ده احنا مش ملاك يا محمد اللي بتلكيك حاول طبعا لا لأ طبعا والله رزيب اللي بيدي على قول انا رفضل ادي 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 وفي المقابل ايه طبعا انا محتاجة وجهني دي محتاجة انها تسمع يعني انت كده يعني اي حد بيتعامل مع بي لازم يخلي بقى يا ريت تمام لأ انا على فكرة انا بدي كتير قوي قوي لا انا مش هاضح لا بس بياخد حنايا مع الحد قاسي تمام اعم يعني كده انت لازم تبقى حنايا مع الحنايا وقاسي مع القاسي بابا لا انا عمرهم هكون قاسي مع القاسي خليه هو قاسي بس هتتعامل مع القاسي عارفة ليه عارفة ليه هتستخصق عارفة ليه عندك أمل أن هو يتغير لا مش أمل أنه يتغير حتى لو ما تغيرش ما تغيرش من نفسك أنت أنت أنا أنا مش هيغيرني حد تاني لأنه لو غيرني هو قدر لو قدر يبقى أنت بتحبه لو أنا قدرت أن أغير أنا أغير أولا مثلا أنا ما بكلمش عن تغيره هو دلوقتي لأ أنا هو ما يغيرنيش أنا حنين هفضل حنين إن أنا أبقى آسي على الآسي لأ أنا هفضل حنين على الآسي لأنه لو غيرني بقت آسي عليه هو اللي قدروا أن يغيرني وأنا ما عنديش استعداد إن أنا أتعلم الأسائل بس إزاي أنه أنت تفضل كويس معاه وحنين معاه وهو آسي عليه ما يبرحته هيجي لك وقت وتق مش هقدر اللي يتغير معه عشان كده لو هتمثل 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 إلي أنت آسي عبير عبير أنت لسه بتقولي إيه في حد يقدر يغيرك في الأسوة في الحنية بتاعتي لا مش قادرة ياريتني طويلة بس بس ما قدر بيقول هي كلاميك ما بس ما أنا قلت لك إيه همثل همثل عليك أن أنا أسل بتختلف وإنتي مش مقتنعة هقولك على حاجة اللي عايزي اللي عايزي طبق الكلام اللي أنا بقوله يعمله على نفسه لو قدرت تقول اللي أنا بقوله ده تصدقه على نفسك يبقى أنت معاه لو كلام عبير اللي هي بتقوله أنت مصدقه مع نفسك أنت معاه سأنا متأكد أوعد حد لي تخلي حد يغير فيك إحساس حالي طب افرد أن أنا غيرت للعكس طب رحتك أنت بقى وانت أعتقد منه العكس لا إزاي انت بتقوله دلوقتي لو غيرني في الأسوة افرد دلوقتي أنه ولي بقاسي أيوة يبقى لكي نبرفه علي التاني هو مين الأحسن مين الأساس في الأول الأسوة والحنية لا الحنية طبعا هاي يبقى احنا متفققين للحنية اللي خلينا أنا أغير له قدامي يبقى أنا نجحت لكنه هو اللي غيرني للأسوة لا أنا ما قلتش يغيرني قلت همست العليه قولي أسوة أسوة ماشي همست العليه همست العليه ليه تاني ما هو دلوقتي إيه واحد دلوقتي أسي علي إذا كان هو آسي همست الأسوة ليه ده المفروض أن أنا طبطب عليه طبطب على واحد أسي علي بتلحن مرة مع مرة مع مرة مع مرة زهات يعني الواحد مش زياد مش بتكلم على حاجة شخصية لا ده خلصان كده موضوع خلاص أمت خلصها في الخلال بصة عشان بس كده عبير مش هتراوح البيت لا لا الحمد لله بس يا عبير عايزين نقول تاني قولي يفهم كلنا نحس ببعض نحس ببعض كلنا نحس ببعض كلنا نحاور إن احنا نطبق على ببعض بس استطب استطب انت قلت كلنا إن كلنا نحس ببعض ليه أنا حس في اللي قدامه اللي قدامه ما يفهمش باية ما قدرتش ما تغيرش نفسك لا همثل إن أنا غير ما تمثلي عبير بتمثل انت بتمثلش انت خليك زي منت اللي مع عبير صحابها والناس اللي بيشوفوها معاها أنا ما بحبش التمثيل يا محمد أنا مش بمثل اللي هيمثل هياخد نتيجة على فكرة أنا مش بقولك إن أنا همثل حاجة كويسة عليهم طيب نقول أسألتنا علشان الناس مستنيين أسألتنا ومستنيين جوية طيب طيب سرعة بسرعة 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 طيب عندنا شركة الفرانة الجائزة بتاعتها ميتين وخمسين جنيه المهندس عيد راس السؤال بيقول السؤال بيقول إيه المنتجات اللي بيتميز بيها الشركة تمام عندنا موقع المصد دوتكم جائزته برضو ميتين وخمسين جنيه دكتورة داليا أبو المجد سؤالنا بيقول ما هو لون اللوجو بتاع كلمة مصر تمام في اللوجو الخاص بالموقع لامور بيوتي سنتر لامور بيوتي سنتر بتقدم جائزتين أول جائزة متين وخمسين جنيه والجائزة الثانية المنتجات العناية بالشعر السؤال إيه هو موقع أو إيه هو سوري عنوان بيوتي سنتر بيظهر في الإعلام معنا آخر سؤال آخر سؤال اللي هو مطعم تجور بيقدم لنا جائزتين كل جائزة خمسمائة جنيه جائزتين إيه هو المشروب الخاص بالكافي طيب إسبحي بينا أربع أسامي بسرعة نعرف أساميهم بسرعة بسرعة عشان الوقت تشديها دعا ستة أسامي بسرعة دعا اسم الأولاني شريف عماد شريف عماد مبروك شريف عبد الباسط عبدالله عبد الباسط عبدالله ماشي بس 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 آآ رومانيا عماد رومانيا عماد ألف وبروك رومانيا تلاتة أربعة آآ أحمد حلمي ماشي أحمد حلمي عبد المنعي من محمد عبدالله بس كده كم واحد كده اتنين أربعة خمسة ماشي لك واحدة آآ ماجدي محمد عبدالسامي أزقائي كده الحلقة بتاعاتنا خلصت والبخل العاطفي عايزين نقول لكل الناس حاولوا نتملوا حياتكم بالحب والبخل ما يقصرش فينا وعلى قد ما نقدر على قد ما نقدر ما نتعارش من نفسنا ايدي على قد ما تقدر ولانت شايف ان انت ما تقدرش تقول كلمة حب حاول ان انت تقولها على قد ما تقدر أزقائي أشكركم كان معايا عبير زياد بنهاردة وكنت معايا محمد هاشم انتظرونا الحلقة اللي جاية قبل المعاد بساعة أشكرك عبير أشكرك يا محمد على برده عكسي عكسي في كل حاجة أزقائي انتظرونا الحلقة الجاية إن شاء الله مع برنامج كل الناس نيوز أشكركوا وأتمنى لكم يوم سعيد اشكركوا في القناة